اشتركوا في القناة 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 او سماعي للمواعظ فيهترى ما هو الخشوع و كيف نتحصل عليه نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الصلاة كما لا يخفى على الجميع من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين و أول ما يحاسب عليه العبد والمقيامة الصلاة و الصلاة تنهى عن الفحشاء المنكر و من يصلي هو من المفلحين لكن متى يكون الإنسان من المفلحين متى تنهاه صلاته عن الفحشاء المنكر متى ينتفع الإنسان بصلاة يوم القيامة بروح الصلاة و هو الخشوع فالصلاة لا بد أن يكون لها روح الصلاة ليست حركات ليست فقط ركوع و سجود و خفض و رفع إنما الصلاة أن تخشى لله عز وجل بمعنى و أنت تصلي ف أنت تشعر بأنك خاضع لله سبحانه و تعالى و أنت تتصلي تتأثر بأذكار الصلاة و بقراءة القرآن و تعتقد بأن الله عز وجل أمامك و لا تلتفت و لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الالتفات في الصلاة و جاء في الحديث أن الله جل يكون قبل وجه المصلي ما لم يلتفت فلا شك أن الخشوع شأنه عظيم فربنا عز وجل يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فذكر الخشوع مع أن غالب آية القرآن على صلاتهم يحافظون دائمون هنا رتب الفلاح على الخشوع قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون يعني هذا يدرنا على أن الخشوع معنى زائد على المداومة أو على الصلاة نعم في شيء لا بد منه في الصلاة و كيف يستشعر إنسان طعم الصلاة و كيف يستمتع الإنسان بالصلاة و كيف يستلذ الإنسان بالصلاة دون الخشوع لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال أرحنا بها يا بلال أذن لنرتاح في الصلاة و كانت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كان إذا حزبه أمر صلى صلى الله عليه وسلم كان يصل للليل صلاة طويلة حتى تتورم قدمه يعني اللي سأسأل لماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء تخيل النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل كما جاء النحذيف رضي الله عنه يصلي البقرة و آل عمراء و النساء هذه كم ساعة في ركعة واحدة في ركعة واحدة ساعة ساعتين ثلاث يتساءل إنسان لماذا يصلي النبي صلى الله عليه وسلم أربع خمس ساعات و هو يصلي لله لماذا قال أفلا أكون عبدا شكورا لأنه يستلذ بهذه الصلاة و إذا كان يبكي فيبل لحيته ثم يبل حجرة ثم يبل الثرى فتأتي عائشة الله عنها و كأنها تشفق على النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يا رسول الله قال ذريني أتعبد لربي أفلا أكون عبدا شكورا هو يستمتع بهذا الصلاة فهذا هو الخشوع الخشوع أن يصلي الإنسان و يشعر بأنه مع الله عز وجل و يشعر بأن الله أمامه فيخضع و يبكي خشة لله سبحانه و تعالى إذن الخشوع معنى عظيم و هو خير موضوع في الصلاة لكن نأخذ هذا الفاصل ثم نواصل أهلا و سهلا بكم جديد و عودة إلى برنامجنا شذرات مع الدكتور عادل المطيرات فعودة إلى حديثنا عن الخشوع بعد أن عرفنا معناه و أهميته كيف نحقق هذا الخشوع و كيف نتحصل عليه و كيف نخشى في صلاتنا حتى يكون لهذا الخشوع أثره في سعادتنا بإذن الله أولا أن تشعر بعظم الموقف و هيبة الموقف أن تتقف أمام ملك الملوك سبحانه و تعالى أن تتقف أمام جبار السماوات و الأرض أن تتقف أمام العظيم الكبير المتعالى سبحانه و تعالى إذا شعرت بهيبة الموقف ستذل و تنكسر و تخشع لربك سبحانه و تعالى و إذلك قال بعض العلماء إذا أراد الإنسان أن يخشع في صلاته فليتخيل و ليتفكر بأن الجنة عن يمينه و أن النار عن شماله و أن ملك الموت خلف ظهره و أن ملك الملوك قبل وجهه و قد جاء في الحديث أن الله عز و جل يكون قبل وجه الإنسان في الصلاة ما لم يلتفت فإذا التفت صلف الله عز و الوجهه فأنت تتخيل بأن الله أمامك سبحانه و تعالى اليوم الإنسان لو جلس أمام عظيم ملك سلطان أمير إلى آخرة يشعر بشيء من الخشوع و الخوف و السكينة و الحرج و أمامه مخلوق من المخلوقات فكيف بذا كان أمامه رب السماوات و الأرض سبحانه و تعالى فهذا من أعظم أسباب الخشوع أن تعرف عظم ربك سبحانه و تعالى و أنك تقابل ملك الملوك عز و جل نعم لألا بس نستوقفك عند هذا الموقف يعني يذكر في الأثر عن الحسن رحمه الله أنه كان إذا توطأ صفر وجهه نعم أو صفر لونه فيسأل عن ذلك فيقول تعلمون بين يدي من سأقف تعلمون بين يدي من سأقف يعني يستشعر موقف موقفه في الصلاة بين يدي الله سبحانه و تعالى و الإمام القيم رحمه الله يقول أن في الدنيا موقفا من أحسن الوقوف فيه أحسن الوقوف في الآخرة نعم ألا وهو الصلاة نعم فإذا وقف الإنسان بين يدي ربه و أحسن هذه الصلاة و كان فيها من الخاشعين حسن وقوفه في الآخرة نعم كذلك مما يعين على الخشوع أن يتفكر الإنسان في أذكار الصلاة و في الآيات أنت لما تقول الله أكبر كأنك ترمي الدنيا خلف ظهرك نعم و تعتقد بأن الله أكبر من كل شيء أكبر من أن أفكر في شيء من حظوظ الدنيا الله أكبر الله ثم تستفتح سبحانك اللهم و بحمدك و تبارك اسمك و تعظم الله عز وجل و تنزل الله سبحانه و تعالى ثم تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى لا يأتي يسد عليك صلاتك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم تقرأ الفاتحة التي هي خطاب و حوار بينك و بين ربك الله عز وجل يقول في حديث القدس قسمت الصلاة بيني و بين عبدي نصفين و لعبدي ما سأل الصلاة يعني الفاتحة فإذا قال عبدي الحمد لله قال الله حمدني عبدي استحضر بأن الله سيخاطبك بعد قليل و إذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي و إذا قال مالكي يوم الدين قال الله مجدني عبدي انتظر كأن الله الآن سيرد عليه إذا قال إياك نعبد و إياك نستعين قال الله هذه بيني و بين عبدي و لعبدي ما سأل إذا قال اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذي نعمت عليهم غير المغضوب عليهم و لا الضالين قال الله هذه لعبدي و لعبدي ما سأل فأنت كأنك تحاول الله عز وجل تنزه الله سبحانه و تعالى في السجود تتفاعل في السجود بأنك تجعل هذه الجبهة التي هي أعلى مكان و أشرف مكان تجعلها في الأرض طاعة لله سبحانه و تعالى فتذل و تنكسر و تخضع بين يدي الله سبحانه و تعالى سبحان ربي الأعلى تعظم الله عز وجل بأنه الأعلى و هكذا في جميع أذكار الصلاة فهذه الأذكار و هذه الآيات في الصلاة تعين الإنسان على إيش أن يخشى كذلك مما يعين على التدبر أن لا تفكر في نهاية الصلاة اليوم الآن في رمضان مثلا لماذا بعض الناس يذهب إلى الصلاة و إذا أطال الإمام و لو دقيقة واحد يمل لأنه يفكر بإيش بنهاية الصلاة أنا أذكر في حجاني في أول يوم رمضان قبل الصلاة قال ما تتخلص شيخ هذا هل يخشأ؟ لا يمكن يخشأ هو يفكر في النهاية فأما الذي يأتي بقلب راغب و قلب طالب لثواب الله عز وجل و الله لو وصل الإمام ساعة لن يمل لماذا الناس إذا ذهبوا إلى مكة لا يملون الآن الحرم كان يصلي الآن ساعتين إلى ربع تقريباً و لا يمل و لا يقول شيء فإذا جاء إلى المسجد عشرين دقيقة كان أطلت علينا هو الشعور الشعور مهم قبل أن تأتي إلى الصلاة فلا تفكر متى تنتهي الصلاة بل فكر كيف أستمتع بقضاء وقت مع ربي عز وجل كيف أستلذ بذلك؟ نعم و لعل من أسباب الخشوع هو الحضور مبكراً إلى الصلاة أيضاً صلاة السنن الرواتب نعم قراءة شيء من القرآن الدعاء كل هذه الأمور معينة بإذن الله تعالى ولكن أدركنا الوقت فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا و إياكم و المشاهدين و المشاهدات الخشوع في الصلاة و أن يجعلنا من السعداء و هنا نأتي إلى نهاية حلقة هذا اليوم و نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قيل استودعكم الله على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة